موسيقى مر الاقتصاد العالمي خلال العام 2019 بمرحلة عصيبة من التوتر بين فواعله الرئيسيين من عكس على نتائج الأعمال وتوقعات الأداء في جميع القطاعات الكلية والجزئية الحرب التجارية كانت العنوان الأبرز لتطورات الأحداث الاقتصادية في العالم ولم تتوقف عند حد العلاقات الأمريكية الصينية ولكنها امتدت إلى المحيط الهادئ فرغم أن العام 2019 شهد انطلاق مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري شامل فإن البلدين لم يتوقف عن رفع سيف التعريفات الجمركية في مواجهة بعضهم البعض وقامت الولايات المتحدة في مايو 2019 برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من أصناف الواردات الصينية بما يتراوح بين 10 إلى 25% وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 5% على واردات النفط الأمريكي مبارزة التعريفات الجمركية لم تمنع الاقتصادين الكبيرين من التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي في 19 أكتوبر 2019 تنص المرحلة الأولى منه على شراء الصين منتجات زراعية أمريكية بما ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا مقابل تخلي الولايات المتحدة عن فرض تعريفات جمركية على بضائع بقيمة 350 مليون دولار الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين لم يتوقف عند العلاقات التجارية ولكنه انتقل إلى العلاقات التكنولوجية مع اندلاع أزمة شركة هواوي بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 يناير 2019 قرارا تنفيذيا بإدراج شركة هواوي ضمن ما يسمى بقائمة الكيانات وهي قائمة بها بعض الشركات العملاقة التي يحذر التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية باعتبارها تهديدا للأمن القومي كما أصدرت وزارة العدل الأمريكية قائمة من 23 تهمة رسمية ضد شركة هواوي شملت تهما بالتحايل وسرقة أسرار تكنولوجية من الشركات الأمريكية عدو الصراع الاقتصادي انتقل إلى الاقتصادات الكبرى في آسيا مع اندلاع التوتر التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية حيث أعلنت الأخيرة في سبتمبر 2019 استبعاد اليابان من قائمة الدول التي تحظى بوضع تصدير ميسر وذلك ردا على قرار ياباني باستبعاد سول من القائمة البيضاء للدول التي تستفيد من معاملة مميزة ولم يستأثر الصراع على العلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية ولكن كانت هناك مساحة من التعاون المبشر حيث أعلن الاتحاد الأوروبي والصين في السادس من نوفمبر الماضي توصلهما إلى اتفاق تحت اسم اتفاقية الإشارات الجغرافية لزيادة حماية التجارة في المنتجات الغذائية الزراعية المتطورة وتضم مئة منتج من الجانبين الصراعات الاقتصادية الموسعة والتعاون التجاري المحدود كان له عظيم الأثر على أداء الاقتصاد العالمي وقطاعاته حيث شهدت أسعار النفط موجات متوالية من التراجع مع انخفاض الطلب وتباطئ الاقتصاد العالمي لتتأرجح خلال العام الماضي بين مستوى 55 دولارا للبرميل وبين 66 دولارا للبرميل وكان الناتج الصناعي العالمي الأشد تضررا من الحرب التجارية وشهد طباطئا في الصين وانكماشا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي بينما أظهر قطاع الخدمات مرونة غير اعتيادية حتى الآن وبين مشاهد الحرب التجارية العالمية وضرباتها للاقتصاد والإنتاج العالمي ينظر الجميع بأمل إلى العام الجديد لعله يأتي بأخبار مبشرة ترد اقتصاديات العالم إلى التعاون والنمو ترجمة نانسي قنقر